اخر فيديو صورته الانفينيكس كان مراجعة النوت 4 ساعتها قلت ان فيه طفرة حصلت للشركة والنهاردة معادنا معقولة هذه الطفرات مراجعة النوت 4 برو في البداية زي ما تعودنا مش هتكلم على حاجات مكررة يعني مش محتاج ان انا اعيد حاجات قلتها قبل كده مراجعة النوت 4 والنوت 4 برو هتبقى متشابهة في كل شيء لان التليفون تقريبا واحد ما تغيرش فيه الا خمس حاجات علشان كده النهاردة مش هكرر اللي انا قلته في مراجعة النوت 4 النسخة العادية انما هتكلم في الخمس حاجات الخاصة بالنوت 4 برو اول حاجة هبدأ بيها هي التصميم النوت 4 العادي كان التصميم بتاعه بلاستيك وكان الظهر بيتشال علشان تركب الشرايح تصميم النوت 4 برو اصبح من المعدن والحقيقة انه تصميم مبير يعني فعلا كل اللي شاف التليفون ده معجب جدا بالفكر اللي وصلت له انفينيكس ما نقدرش ننكر انه هو مقتبس من 3 تليفونات من الايفون واخد الخطوط بتاعة الانتنة سواء اللي فوق او اللي تحت وباقي التصميم ما بين سامسونج نوت 5 وون بلاس 3 لكن في المجمل انا ما عنديش مشكلة ان انت تقتبس من شركات تانية لان كله بياخد من بعض المهم ان انت تديني تحفة فنية زي اللي انا شايفها في التصميم بتاع الامفينيكس 4 برو النقطة التانية اللي بتختلف ما بين النوت 4 النسخة العادية والنوت 4 برو هو الجراب الجراب اللي بينزل معه النسخة العادية جراب للظهر فقط اما اللي بينزل معه النسخة البرو فهو فليب كوفر التصميم بتاع الفليب كوفر شكل محترم اوي شيك جدا تحس ان هو من القماش تقدر عن طريقه ان انت ترد على المكالمات تشوف الساعة تشغل الفلاش او تطفيه تشغل الموسيقى فليه استخدامات كويسة اهم الاستخدامات اللي اتعمل عشانها الفليب كوفر هو الالم قبل ما ابدأ اتكلم على الالم محتاج ان انا اقول ان الجراب بتاع النوت برو فيه شوية عيوب اولا حجمه كبير جدا لما تيجي ان انت تستخدمه بايد واحدة او حتى لو هتستخدمه بالايدين حجمه كبير جدا لو انت خارج ومتعود زي حالات ان انت ما بتشلش شنط وبتحط التليفون في جيبك ده صعب جدا ان هو يتشال في الجيب وحيبقى لخمة بالنسبة لك ان انت تفضل شايله في ايدك طول الوقت كمان صعب جدا لو انت زي حالاتي برضو بتحط التليفون على هولدر في العربية وصعب جدا برضو اثناء الاستخدامه للتصوير فالحقيقة لو انفينيكس كانت عاملة جراب للظهر فقط مش فليب اعتقد ان الامر حيكون اهون شوية لكن لازال حجم الضخم بتاع التليفون نظرا لوجود الالم برا التليفون بيسبب لي مشكلة الحقيقة وطالما بقى جبنا سيرة الالم يبقى لازم نقول ان الخاصية التالتة اللي بيتفرق ما بين النوت فور برو والنوت فور النسخة العادية هي الالم الالم طبيعي كلنا عافين ان هو مستنسخ او الفكرة متاخدة من سامزونج لكن لان انفينيكس في بداية الاقتباس ده وده اول تليفون تعمله بألم والحقيقة مش اول تليفون يتعامل على العام بألم يعني LG عملت قبل كده تليفون بألم وكانت تجربة تقريبا فشلة لكن بالنسبة لي تجربة انفينيكس تجربة كويسة يعني انا حاس ان هي ايه نسخة مصغرة من الالم اللي موجود في سامزونج الالم اللي في النوت برو بيحتاج ان هو يتشحن بعكس اللي موجود في سامزونج الالم هنا بيتشحن عن طريق التليفون يعني بتركب التليفون في الجراب والالم في المكان بتاعه عن طريق التلات نقاط اللي موجودة في جنب التليفون ده وانت بتشحن التليفون بيتشحن معاه كمان بطارية الالم القلم محتاج ان هو يتشحن تقريبا حوالي 20 ثانية علشان يديك نص ساعة شغل طيب ايه هي الخواص اللي موجودة في القلم واللي بناء عليه ممكن تفكر ان انت تشتري النسخة البرو عن النسخة العادية الخواص اللي موجودة في القلم هي بالزبط تقريبا اللي موجودة في النوت 8 بس على شكل مصغر يعني بمجرب ما تسحب القلم من التليفون والشاشة مقفولة هيظهر لك نوت تقدر ان انت تسجل عليها اللي انت عايزه وبعد كده تحفظ النوت ديت وحتلاقيها موجودة في الاكس نوت جوه التليفون طيب لو كانت الشاشة شغالة وسحبت القلم هيظهر لك الاير كومند الاير كومند فيه اربع خواص الخاصية الاولى هي النوت او لما بتفتح نوت بتقدر ان انت تسجل فيها اللي انت عايز تسجله وبعد كده تسيفها طبعا زي ما انتوا عارفين تقدر ان انت تختار اللون بتاع القلم اللي هتكتب به وتقدر ان انت تمسح اللي انت عايز تكتبه اما باختيار الربر اللي تحت او عن طريق الضغط على الزرار اللي في القلم علشان تمسح اي غلطة انت بتكتبها الخاصية التانية هي الميمو الحقيقة مش قادر يفرق ما بين الميمو والنوت ايه الفرق ما بينهم الحقيقة ما عرفش لكن يازال هو خيار تاني موجود علشان تقدر ان انت تستخدمه بالقلم اما الخاصية التالتة فهي سمارت سيليكت سمارت سيليكت عاملة زي اللي موجودة في سامسونج بالزبط ولكن بتفرق عنها ان بدل ما يبقى فيه تصوير فيديو او صورة متحركة بصيغ جي اي اف لا هنا هيبقى عندنا السكرول شوت سكرول شوت كلنا عارفينها لو انت فيه قدامك شاشة عايز تصورها بس لموضوع طويل شوية فعن طريق الالم تقدر ان انت تاخد الصورة دية بشكل مطول يعني الحقيقة اضافة غريبة انها يتم اضافتها في الالم وهي ممكن انها تتضاف بشكل طبيعي لما تيجي تاخد سكرين شوت ولكن نمشيها كده كان الافضل طبعا لو كانوا عرفوا يحطوا الجي اي اف زي اللي موجود في سامسونج ولكن انا ما عرفش دي ممكن تكون حقوق ملكية خاصة بسامسونج فعشان كده ما تمش اضافتها الخاصية الرابعة والاخيرة هي الاسكرين رايت ودي اللي زي ما شرحتها قبل كده لو انا مثلا فاتح الخريطة وعايز اشرح لحد مكان مثلا او يجيلي ازاي فبيتم تصوير الشاشة وبعد كده تقدر ان انت تكتب عليها او تشرح عليها اي حاجة زي ما تحب وبعد كده تبعتها للشخص اللي انت عايز تبعته له بس هي دي الخوص بتاعت الالم اه لان احنا قلنا ان ان فينيكس لسه بتبدأ فطبيعي انها اولا ما تبدأ يعني مش اولا ما تشتح تنطح هي بدأت بشوية خواص بسيطة كده ومع التجربة ومع التطوير اكيد ان شاء الله هنشوف الاصدار اللي جاي النوت 5 تطوير اكتر من كده وده اللي انا اتمنى طيب ايه العيوب بقى بتاعت الالم اول حاجة احيانا احيانا الالم بيعلق يعني ايه بيعلق يعني يكون الالم مشحون ومحطوط في مكانه طبيعي مفيش اي مشاكل اجي اشيل الالم وابدأ ان انا اتعامل الاقي مفيش اي استجابة الالم كأن البطارية بتاعته فاضية مع ان انا التليفون مشحون والالم اكيد مشحون في الحالة ديت ما بيشتغلش الا لو اضطرت ان انا اعمل ريستارت للتليفون ودي حصلت تقريبا مرة او مرتين وما اتكررتش تاني العيب التاني ان انت مجبر ان انت تستخدم لو حبيت ان انت تستخدم خواص الالم ان انت تستخدم التليفون بالجراب وزي ما قلت عيوب الجراب في الجزء الخاص بي فانت مجبر ان انت تتقبل العيوب دي لو كنت حابب ان انت تستخدم التليفون بالالم تالت حاجة ودي اللي انا مستغرب لها ومحتاجة اكيد تعديل في السوفت وير ان الالم انت مش محتاجه اساسا لان انت بصبعك تقدر ان انت تكتب تقدر ان انت تفتح تقدر ان انت تختار منها الخاصية اللي انت عايزها تقدر ترسم كل ده تقدر تعمله بصبعك المشكلة ان انت احيانا لما تيجي تكتب نوت وايدك لمست الشاشة فالشاشة بتحس بايدك وبترسم خط عن طريق ايدك كأن انت بالزبط ماسك الالم فالحقيقة دي بس محتاجة تعديل في السوفت وير ان يفرق ما بين الحساسية بتاعت الالم وحساسية البشرة او صباعك او اللمس عن طريق ايديك فدي كانت العيوب الخاصة بالالم نيجي بقى للخاصية الرابعة اللي موجودة او اللي بتميز النوت فور برو عن النوت فور النسخة العادية الشحن السريع هتقولولي طب ما هو النوت فور النسخة العادية فيه شحن سريع صحيح الشحن السريع اللي موجود في النوت فور النسخة العادية 18 واط انفينيكس عدلت في الموضوع ده وخلت الشحن السريع في النسخة البرو 25 واط فاصبح البطارية بتاعة النوت 4 برو بتشحن اسرع من البطارية اللي موجودة في النوت النسخة العادية وانا كالعادة عملت تجربة للشحن السريع فكان اول 10 دقاي البطارية شحنة 19% بعد 20 دقيقة البطارية شحنة 35% بعد 30 دقيقة البطارية شحنة 50% وبعد ساعة البطارية شحنة 81% اتشحنت البطارية بالشكل كامل في حوالي ساعتين الى 10 دقايق دي كانت تجربتي للشحن السريع اللي موجود في النوت 4 برو واخيرا طالما بنتكلم على الشحن السريع فالخاصية رقم 5 اللي موجودة في النوت 4 برو ومش موجودة في النوت 4 النسخة العادية هي الساعة بتاعة البطارية النسخة العادية كان البطارية 4300 ميلي امبير زوده حتة صغيرة وباقت البطارية اللي موجودة في النوت فور برو 4500 ميلي أمبير يعني زيادة مش محسوسة شوية ولكن بالشحن السريع ومع الأداء أعتقد أن فيه شوية اختلاف التجربة بتاعتي مع البطارية ادتني سكرين أون تايم حوالي 8 ساعات شغل طحن وادتني مدة استخدام حوالي 15 ساعة لو الشغل ما كانش قوي قوي ومش على شبكة الفور جي فالتليفون بيعدي معي اليوم بشكل مرتاح يعني ممكن يقعب معي 24 ساعة مشحنوش والسكرين أون تايم ينزل بقى لأربع ساعات أو أقل إنما أنا جربته تجربة قاسية فقعد معي 15 ساعة و8 ساعات سكرين أون طيب أخيرا بقى نيجي نتكلم في النقطة المهمة واللي الناس كتير بتسأل عليها يطرى أشتري نوت فور النسخة العادية ولا نوت فور برو يا طرى سعر النسخة العادية 3000 جنيه أفضل ولا أزود 800 جنيه علشان أشتري النسخة البرو الحقيقة الإجابة على السؤال ده أنت لوحدك اللي تقدر أن أنت تجاوب عليها أنا بالنسبة لي عرضتلك الخمس مميزات اللي موجودة في النوت فور برو ومش موجودة في النوت فور النسخة العادية إذا أنت شايف أن المميزات دي تستاهل أن أنت تدفع 800 جنيه يبقى توكل على الله واشتري النسخة البرو وإذا كنت شايف أن هي مش مميزة بالنسبة لك فأعتقد أن أنت تقدر أن أنت تتعايش مع النسخة العادية لو سألتوني عن رأيي فأنا يعني لو كان السعر أقل من كده شوية في حدود 3400 بالكتير قوي 3450 ما يزيدش عن كده كنت حرشح لك أن أنت تشتري النوت فور برو أفضل كتير تصميم معدن جراب شكله محترم خواص القلم حتى لو ما كانتش كويسة قوي في التجربة الأولى بتاعتها بطارية شحنها سريع بطارية أزيت شوية أعتقد أن في حدود 400 جنيه أو 450 جنيه بالكتير كنت رشح لك أن أنت تزودهم وتشتري النسخة البرو لكن 800 جنيه لا محتاجة أن أنت تفكر شوية وتبقى أنت صاحب القرار هل أدفع 800 جنيه علشان أخذ النسخة البرو ولا أكتفي بالنسخة العادية واستغنى عن المواصفات دي كلها دي كانت مراجعتي للنسخة البرو من إنفينيكس أتمنى يكون الفيديو عجبكو بشكركم وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وإن شاء الله نلتقي في الفيديوهات الجاية في أمان الله